أسبوع حافل في انتظار فرنسا بشأن مستقبل نظام التقاعد الذي يواجه رفضا تاما من الشارع الفرنسي في الوقت الذي تستمر فيه النقاشات البرلمانية حول نص المشروع نقابات العمالية وطلابية تحضر كامل قواها في معركتها ضد مشروع القانون مراهنة على شل البلاد للضغط على حكومة ماكرون للتراجع عن خططها ومن المقرر أن تنظم هذا الأسبوع مظاهرات ضخمة وأضرابات قابلة للتمديد ستشمل قطاعات استراتيجية كقطاع النقل والملاحة الجوية وقطاع الأقضية الزراعية وتسعى النقابات أن يفوق عدد المحتجين هذا الأسبوع تظاهرات الحادي والثلاثين من يناير الماضي كما سيشهد الأسبوع تحركات أخرى بموازات المناقشات في مجلس الشيوخ والتي يفترض أن تنتهي الجمعة في المقابل الحكومة الفرنسية رفضت التراجع حتى الآن عن المشروع على الرغم من خمسة أيام من التظاهرات السابقة وينص مشروعها الجديد على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما وفي تعليق نادر عن نظام التقاعد الجديد دافع الرئيس الفرنسي إيمالوين ماكرون عنه قائلا إن على الجميع العمل لفترة أطول بقليل حتى تتمكن الدولة من تمويل المعاشات التقاعدية بشكل جيد